أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس الهيئة العامة للرياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرانية همية التمثيل المشرف للمنتخب الأول لكرة القدم في نهايات كأس أسيا والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة من 12 يناير الجاري ولقاية 10 فبراير المقبل جاء ذلك لدى زيارة سموه للميران الأخير للمنتخب الأول يوم أمس قبل مغادرته للمعسكر التدريبي في الإمارات استعدادا لخوض النهائيات ونقل سموه للعبين تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ نصر بن حمد الخليفة مؤكدا وقوف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بجانب المنتخب وتوفير كافة متطلباته وحث سمو الشيخ خلد بن حمد اللاعبين على الظهور بأفضل ما لديهم في كأس آسيا 2023 وتقديم المستوى المشرف الذي يتناسب مع التطور الملحوظ الذي تعيشه الكرة البحرينية في ظل رؤية سمو الشيخ نصر بن حمد واهتمام سموه بتطوير الكرة البحرينية ومساندة المنتخب متمنيا للعبين تحقيق الفوز في المواجهة الأولى لتكون بداية الانطلاق لمواصلة المشوار في التصفيات بكل ثبات وأكد سموه أهمية أن يكون اللاعبون خير سفراء للوطن عبر ترسيخ المبادئ والقيم والتحلي بالروح الرياضية لتمثيل المملكة خير تمثيل ترجمة نانسي قنقر